أو الوهلة دخلت كده والكابتن صالح ايه ايه . ما انا قابلها ايه عندي الرهبة . من من اللقاء ده . اا وهو شخصيته قوية و جمدة و مش عارف حيقول لي ايه؟ ما هو اللي ما ما يا معنا اتعملش مع معا Academy صالح . من حاول بداية الامر ايه الى شو بهك يا بصراس conference ايه ايه هو شخصية صدامية . ايه وشخصية مش عارف ايه ، ايه انما ما تقعد معا حاجة تانية طبعا الى متعملش معا ,كابتن الصالح سرين في في الناد الاهلي متعاملش مع اي حد في مجال الرياضة صحيح صحيح لحقي الواحد يقولها وهو الوقتي في ضر حق وكان على طبيعته جدا ما كانش اه بالظاف قالك اول اول مقابلة استقبلك ازاي هو اكلم والدي ازاي كشو ايه عامل ايه ازاي كايمن طبعا سمع كان سمع عن عن ولعبه مع بعض لعبه مع بعض اه لعبه ضد بعض لابوك كان بخيله عليك اوي اه لا وهو من شدة حبه لايه لا طبعا ببتحك طبعا بس ازايك يا ايمن اتقوله اهلا كابتن ازاي حضراك هو انا بترعب انا بترعش يعني من جواي بس فا انا كنت محضر سيناريوات لو الكابتن صالح سألني كذا انا هرد بكذا السيناريو ضاير كله اه لان انا لما دخلت منسيت كل حاج مجرد ما شفت الكابتن صالح اه يعني هو لقاء رهبة هل وهو كابتن صالح من قابلك وانت بتكلمه انت كنت حاسن انه في حلم خلاص بقيت في النادي الاهلي وبتلعب وبتاعه الكلام دا انا في حلم من ابناء ابناء بيوم نعم لما وصلت للمكتب الكابتن صالح يعني نقص لي خط هو ان انا حقق الحلم فخايف اغلط نعم يعني خايف اغلط في الكلام وانا واخده عن شخصية الكابتن صالح انه هو حد جدا فخايف ان انا اغلط يكون لي رد فاعل اخصر الموضوع ده خلصتوا من عند الكابتن صالح نزلتوا بعد قدي ايه ساعة لا هو بالضبط سألني الحوار كان ايه طيب هو سألني انا يا ابني سمعت عنك وقالولي انت هدف الدوري والعيد كويس ولما رحت اتفرج عليك كان ماتش الكرومو اهلي دور اول او دور تاني مش فاكر دور اول قالولي ان انت تردت انت تردت ليه وقالت له خط انظري لما ينزل على السلوكيات اه اه خط انظري اه قال لي فما شفتكش وعملين يقولولي مش عارف مين عارض عليك كام ومين مش عارض عليك كام وحتاخد هنا مش عارف كام الف وهنا بقولك ايه انت عندك الرغبة انك تلعب في النادي الاهلي لو لعبت في النادي الاهلي كل حاجة حتجيلك تكلمش بفلوس منتخب واضواق وشهرة وفلوس كل حاجة حتجيلك قلت له يا كابتن ربنا الهمني بقى بالرد دود اه مش محضره لا ده جي كده اه طول يا كابتن اه انا لو مش عارز العب في النادي الاهلي ما كنتش جيت مكتب حضرتك هنا قال لي اطلع على النادي اه كان الساعة كاما كنا بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر طابدت في القاهرة ايوا ورحت وقبت في المكتب مع سمير عدلي ايوا وبعد كده اتخذنا سمير عدلي بقى اه رجعنا النادي عميد محمود محرم كان محضر استمارات كان زمن استمارات ايوا اه ووقعت على استمارات من ضمام للنادي الاهلي اشتركوا في القناة